برنامج التاسعة باعتباره خادم الشعب الأمين واللي تحت أمر حضراتكم دايما فيه إيصال الصوت ده من ناحية والعكس صحيح فيه إظهار ما يحدث داخل هذا الوطن اللي بيحصل في مصر حاجات كتير حتى في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا هل حياة كريمة لقدر الله وقف أبدا؟ خد بالك العيال بتاعت الإخوان والشبكات بتاعتهم رهن ورهان على إن وهتتوقف الحياة كريمة والمشروعات الكبرى ومش عارف إيه وأصل مش هتعرف وأصل مش هتكملوا ما قلنا لكم مش ما قلنا لكم طبعا هنا يصحوا لنا أن نقولوا لهم هي في العش والله طارت أكيد العصفور لكن مش دي المسألة حياة كريمة مكمل هو وبقية كل المشروعات بالمناسبة زمينا العزيز كريم بيبرس ينضم إلينا ويقول لنا آخر ما وصلت إليه مشروعات حياة كريمة في الغربية وعاصمتها طنطة وأهل طنطة الكرام كريم إحنا معاك مساء الخير يا يوسف مساء الخير على جميع السادة المشاهدين وعلى جميع مشاهدي برنامج التسعة فعلا مبادرة حياة كريمة هي لها طبع خاص وبصمة خاصة على المواطنين يمكن إحنا ممكن في ناس ما تبقاش متخيلة أو متفهمة بعض المواقف الإنسانية والاجتماعية اللي ممكن ما تكونش مروا بيها يعني مثلا يعني إيه حد ما يبقاش عنده صرف صحي يعني إيه حد يبقى تاعب في بيته ومش لاقي عربية إسعاف تقدر تجيله يعني إيه 600 ألف ناس ما مثلا يبقى كل اللي بيخدمهم عربيتين إسعاف يعني إيه عشان تودي ولدك المدرسة ممكن تقعد بالساعات وممكن قد ما تروحش أصلا لمدرسة عشان المسافة بعيدة حاجات بسيطة يمكن الناس كانت بتاخدها يعني إن هي دايما موجودة في حياتنا ما كانتش موجودة عن دفاءات معينة من الشعب المصري داخل القرى وهنا فعلا ظهرت مبادرة حياة كريمة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي عشان تعمل حقيقي تغيير في حياة المواطن إحنا هنا رصدنا الحقيقة بعين برنامج التساعة هنا في الغربية وتحديدا في القرى والمراجز اللي داخلت مبادرة حياة كريمة زي مثلا شبرة ميليس ودايما دايما دايما نقول الناس يعني تطلقبط في العادي يقولك شبرة ميليس لكن هي الاسم الحقيقي بتاعها من الناس شبرة ميليس دخل فيها مجمع خدمات للمواطنين دخل فيها خدمات صحية دخل فيها مدارس دخل فيها حاجات كتيرة جدا 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 هنتكلم عنها ويمكن محافظة الغربية لها طبيعة خاصة عشان نتكلم بقى عليها أكتر معايا دلوقتي ضيفي على الهواء وأكيد يمكن هو صديق قصلي يمكن يا يوسف الأستاذ عبدالوهاب الحضري وهو نصق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية وعضو المكتب الفني بالمحافظة برحب بحضرتك في الأول يا فندم بنتكلم على نوع خاص من المواطنين وبنتكلم كان على نسبة إنجازات معينة خاصة بمحافظة الغربية في مبادرة حياة كريمة كلمنا عنها في البداية فندم في البداية فندم أنا برحب بحضرتكم بالسادة المشاهدين إحنا عندنا في محافظة الغربية عندنا المحافظة فيها ثمان مراكز وأربع أحياء إحنا الحمد لله كانت المبادرة انطلقت عندنا داخل محافظة الغربية مع بداية عام واحد وعشرين وكان مركز زفتة هو المركز الأول في دخوله في مبادرة حياة كريمة مركز زفتة عندنا بيتكون من تسعة وحدات محلية أربعة وخمسين قرية وتمانية وتمانين تابع داخل مركز زفتة تسعمية أربعة وثلاثين مشروع تم نهوة حوالي أربعمية تمانية وعشرين مشروع جاري العمل حاليا في تلتمية واربعة مشروع الحمد لله نسب التنفيذ عندنا تجاوزة السبعة وستين في المية والتكلفة المالية تجاوزة الأربعة مليار جنيه لتخدم ما يزيد عند ستمية ألف مواطن داخل كرة مركز زفتة السيد عبدالرهاب ويمكن السيد يوسف وكمان السيدة المشاهدين دايما بنسمع في فكرة مبادرة حياة كريمة عن الانشاءات احنا عملنا مباني خاصة بالإسعافات عملنا مباني خاصة بنقطة الإطفاء عملنا مباني عملنا مباني وكان دايما بنسمع كلام من الناس وبنسمع المواطنين كمان انه طب فين المواطن وهنا بقى اللي نقدر نثبته على أرض الواقع لما تكلمنا مع الناس خلي الناس أكلمان الأستاذ عبدالوهاب يعني هل فعلا مواطنة حياة كريمة مهتمة فقط بالانشاءات ولا ازاي قدرنا نهتم بالمواطن وندي المواطن كان حقه عشان ببناء الحجر وكمان الإنسان في البداية فاندم احنا هاخد تفصيلة بسيطة كده مع حضرتك عن المشروعات التنموية المنفذة عندنا داخل مركز زفتة انا اخد مثلا كطاع زي كطاع التربية والتعليم احنا الحمد لله عندنا 83 مشروع خاص بالمدارس ما بين انشاء اجناحة جديدة وتوسعات وصيانات للمدارس علشان نقدر نفك الكسافات اللي كانت موجودة عندنا داخل الفصول والكسافة اللي كانت عندنا الفصل ممكن يكون فيه 60 طالب و70 طالب الحمد لله مع المبادرة احنا من هذه المشروعات 82 مشروع وجاري العمل حاليا في مجمع مدارس داخل قرية نهضاي باجمال 54 فصل دي ان شاء الله هنقدر نقضي على الكسافات والفترات المسائية اللي كانت موجودة عندنا داخل مدارس مركز زفة كمان عندنا كان عندنا 54 قرية كان عندنا 38 قرية مخدومين بخدمات الصرف الصحي ومع توجهات الدولة ان كل مواطن لازم يحصل على حقه 38 قرية كان فيهم كتل سكنية خارج الاحوزة العمرانية ما كانوش مخدومين بخدمات الصرف الصحي ومع توجهات القيادة السياسية ان كل مواطن ياخد حقه في كافة المرافق بدأنا نعمل خطط مد وتدعيم في هذه الكرة علشان نوصل خدمات الصرف الصحي وكمان خدمات مياه الشرب عشان كل مواطن يحصل على خدمة الصرف الصحي ده كان عندنا كمان 16 قرية محرومين بالكامل من خدمات الصرف الصحي الحمد لله مع انطلاق المبادرة بدأنا الاعمال في 16 قرية جميع 16 قرية حاليا 16 شبكة لخدمات الصرف الصحي تم تنفيذهم داخل الكرة كده احنا مواطن معلش انتو هتلاقوا فيه سجنل كده مش متزبطة قوي بس انتو شايفين قدامكو على الشاشة اللي اتعامل هناك في الغربية وشو برم ليس انتو شايفين شكل المدارس بلاش شايف فيه كم مدرسة تفتحت بلاش شايف كل مدرسة فيها كم فصل تواخد بلك انه ده عمليا يقلل الكسافة العددية بتاعة الفصول يمكن زي ما كان بيتكلم صديقنا عبدالوهاب دلوقتي من حاجة وستين تنزل لأقل من النص انت متصور طيب خانونا نرجع اظن السجنل كده زبطت لان احنا على الهوى مباشرة من هناك عشان بس تبقى فاهمين ده مش مسجل اللي انتو شايفينه ده المسجل لكن اللقاء هوى خانونا نرجع لزميلي حيلا دلوقتي كريم بيبرس تجاوزة 40% في مشروعات تبطين الترق ازن استاذ عبدالوهاب هي صورة متكملة عن فكرة زي ما قلنا بناء الانسان وبناء كمان الخدمات الخاصة بالانسان الاستاذ عبدالوهاب الحضري شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوافية وزي ما شفنا بعض يوسي وزي ما جميع السادة المشاهدين شافوا ازن هي عشان الصورة تبقى متكملة هي خدمة في جميع القطاعات سواء قطاع صحي قطاع تعليمي قطاع الصرف الصحي اللي كان بالنسبة لناس كتير جدا هو حاجة سهلة ومتواجدة لا دلوقتي بيتم انشاء وبيتم انشاء مدارس خاصة بيتم كمان انشاء مدارس رسمية لغات حكومية والله يعني انا كمان شايف واخد بالي انه كريم وهو بيتكلم هو كريم ممتلق مفعم بالحماس وهقولك ليه في تصور يعني لحد ما اسأل لنا كريم السؤال ده يعني اولا اللي انتشاء فين قدامكم ده كان بيصور النهاردة الصبح يعني ده مش لقطات ارشيفية عشان برضو تبقى فات ده من قلب الحدث في محافظة الغربية ده نمرة واحد نمرة اتنين ده النهاردة نمرة الثلاثة هو اللقاء اللي داير دلوقتي او اللي كان داير دلوقتي ما بين كريم وما بين الارسيس عبدالوهاب وهو ده لقاء على الهواء مباشرة لو كريم سمعني كريم انا عايز اعرف سر الحماس المزهل اللي انت بتتكلم به ده حاجة اه مش عارف اتصل انا بكريم بس مش دي المشكلة انا لو ما كان كريم هتلاقيني بتكلم بنفس الحماسة لانه انت لما بتشوف الحاجة بعنيك بتلمسها بأيديك دي حاجة تانية خالص خالص المسألة ما بقتش مجرد تصورات موجودة على الورق او رسومات ومكتات او حتى تصميم 3D ظريف لطيف المسألة متعلقة بان الحاجة دي قدامك هل المسألة متعلقة بانشآت حتى زي ما كان بيوصفها كريم يعني طوب واسمنت وحديد وخرصنات هي او لأ اقولك انا بقى ازاي او لان انا محتاج كل ده انا محتاج كل المباني اللي تبنت ومحتاج كل شكل خدمات الصرف الصحي ومحتاج كل شكل محطات تحليق المياه ووصلها الى المنازل ليه؟ عشان البني آدم انا مش بعمل ده علشان الاوى عشان البني آدم ده اللي انا بقولك عليه من المبارح تغييق حياة كريمة تغيير في الثقافة زي ما هي تغيير اجتماعي وبالقطع تتحول الى تغيير لاجل التمكين الاقتصادي لكل اهلنا اللي عايشين الولاد هتتعلم احسن فهتحصل على فرص افضل الناس هتعيش حياة مختلفة تماما فحتى منظرهم ناحية البلد وناحية المجتمع وناحية نفسهم بيتغير الى ما هو اكثر ايجابية بكتير اضعافا مضاعفة بس كمان فيها حاجة مهمة جدا وعلى رأيي الاغنية الشهيرة هي فيها حاجة حلوة البني آدم يحس انه بني آدم عشان كده هي اسمها حياة كريمة البني آدم يحس انه بني آدم يا دين النبي يا جدعان الناس دي اتحرمت من الخدمات انها ليست 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60 سنة اكتر اكتر طبعا ده من اكتر الحاجات بقى الموضوع ده اللي يضحكني على الناس التي تزهوا فرحا وتهلل غالبا بلا عمق حقيقي او حقيقي على مسألة وفيه مصر اي من ملكية والنبي عودوا سكتين والنبي تعودوا سكتين عيب اللي يقول الكلام ده عيب اللي يبقى فرحان بعصر كان فيه وسايا وعبيد ارض عيب يعني انا مش عايز اقول كلام حدي يزعل حد ده احنا ايه ما قرناش كتاب ولا ايه سايا يا رجل نهاردة البني ادم في مصر بيحس انه بني ادم لما يشوف ده تخيل لما يبقى عارف ان هو بقى يا زكوت تانى فرحان وكريم فرحان امال اللي هيعيش في وسط الحاجات دي اللي هيستخدمها اللي هيخش المدرسة دي واللي هيخش في البيت ده واللي هيستخدم هذه الخدمات عايزه يبقى عامل ازاي اه هو ده البني ادم اللي بيتكلم عليه الرئيس اللي يقدر يستحمل ازمة زي الازمة القصدية بتاعت اوكرانيا وروسيا دي ليه عشان شايف قدام عينه ليه عشان شايف قدام عينه لامس ده عارف ان الاسعار زيادة بس شايف ان الدولة ما بتقصرش الدولة بتبني البيوت وبتدخل الخدمات وبتشتغل عدد تعليم بتعمل كل حاجة اللي كنت بعمله النهاردة متعلق بنهضة حقيقية في البحث العلمي